بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم ربنا يرحم أهلنا وإخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ويسبت أقدامهم اللهم أهلك الكيان الصيوني اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم اللهم أرنا فيهم عجاب قدرتك اللهم أجعل كيدهم في نحورهم ما نسناش ومش هننسى ممكن نتسحل في حياتنا شغلنا مذاكرتنا الكورة يعني الحاجات اللي تلهينا في الدنيا لكن القضية الفلسطينية عايشة جوانا بنشوف وبنتابع قلبنا بتقطع لكن مفيش في إدنا أي حاجة نعملها إلا أننا نفكر بعض وندعي لهم ونكمل في المعاطعة وهي أبسط حاجة نقدر نقدمها لحد ما ربنا يأذن إن شاء الله ويكون لنا دور في اللي بيحصل الأبطال اللي بجد هم اللي بيستشهدوا في سبيل الله وبيدفعوا عن أرضهم ودينهم في فلسطين ربنا ينصرهم ويسبت أقدامهم اللهم إنا نشكوا إليك ضعفنا وقلة حيلتنا كمان بندعي لأهلنا في السودان ربنا يصبرهم ويعينهم ويلطف بيهم على الاختبار الصعب اللي هم فيه ربنا ينصرهم على كل ظالم ومعتدي وبنلعي لأهلنا فيه سوريا وفي كل البلاد العربية والمسلمة ربنا ينصر الأمة العربية المسلمة على كل ظالم ومعتدي طيب ندخل فيه حلقة النهاردة النهاردة آخر حلقة هنتكلم فيها عن الأهلي والكرة المحلية بالنسبة للدورة عشان هنبدأ نتكلم ونركز على منتخب مصر اللي هيبدأ منافسات كأس الأمم الأفريقية في كوتفوار بداية من الأسبوع اللي جاي الحماس مش أكبر حاجة من ناحية المنتخب لكن نفس الكلام ده حصل برضو البطولة اللي فاتت مع كيروش برضو قبل البطولة محدش كان يعني عنده تطلع لأي حاجة بعيدة في البطولة لكن مع الوقت الدنيا بدأت تزيد وبدأنا نسخن وعملنا يمكن انطلق وحشة في المجموعات قدام نيجيريا وبعد كده كسبنا موتش للسودان وأعتقد مش فاكرة غانية ولا مين وبعد كده عدنا المغرب وكوتفوار والكاميرو وصلنا الفاينال فانا برضو دلوقتي ماليس بقى دعوة بقصة ان صالح وعد وفلان قال لك احنا بطولة دي لازم نكسب انا بحس ان احنا لما بنحط نفسنا في الكورنر ده بنروح بدري وده حصل في 2019 قال لك البطولة على أرضنا ومش عارف ايه وبتعوى هنكسب روحنا من جنوب أفريقيا من بعد دور المجموعات عطول طالعنا خسرنا من جنوب أفريقيا فدلوقتي لو حطينا نفسنا تحت ضغط ان احنا لازم ناخد البطولة ودي فرصتنا ووصلنا النهائي اللي فات فطبيعي ان نوصل للنهائي ده هنروح بدري فواحدة واحدة كده وربنا يا أستره ان شاء الله النهاردة هنتكلم على الصفقتين اللي فيه كلام عليهم كتير جدا جدا اخر اسبوعين تلاتة عمر كمال لاعب فيوتشار ووسام ابو علي اللاعب صاحب الجنسية الدنماركية والأصول الفلسطينية اللي فيه كلام كتير عليهم جدا ان هم هينضموا للأهلي خلال أيام النهاردة هنتكلم عن كل حاجة ليه علاقة بالجوز دول عمر كمال ووسام ابو علي الدنيتهم مشت ازاي بيعملوا ايه عملوا ايه لو جوم هيفيدونا ازاي عندنا النهاردة كلام كتير قوي عن الصفقتين المنتظرين بالنسبة للأهلي لو انت ما تفرج علي امي سبسكرايب ولايك وشير وقف تقريبا التنبيهات ويلا بينا ندخل في التفاصيل قبل ما اتكلم على الصفقتين لو سألت اي واحد اهلاوي ايه معلم النواقص اللي عندك هيقول لك رقم واحد مهاجم الاهلي محتاج مهاجم الاهلي بيدور على مهاجم بقاله تلات اربع سنين اكن وبيدور على ابرف كوماش تمام فالقصة دي خالصانا جبنا مودست لبسنا فلوسه الرجل يعني حلل يعني يعني يعتبر باكوين منها وجاب جون في مرش السوبر قدام النهائي قدام في يوتشر لكن فاقوف الاخر مش هو المهاجم اللي احنا كنا مستنينه يشيلنا حتى لما لعب في كاس العملا دي ونزل اخر خمس دقايق اخذ طرده ملعبش مش هو المهاجم كهرباء رجل بيقدي في المركز ده لكن ده مش مركز وعايزين مهاجم هيدر المهاجم محطة بيلعب بيخلص بيساعد مع زميله في اللعب بيوسع مساحات لزميله فاحنا محتاجين مهاجم بالمواصفات دي مودست مش كده لكن من الواضح ان هو مكمل معانا لنهاية الموسم واحنا لبسناه لعله وعسى في انطلاقة الجزء التاني او المرحلة التانية من الموسم يطلع نار من بقه يمكن الله واعلم وبرضه لو سألت اي واحد تاني هقولك احنا محتاجين بكشمال ومحتاجين مدافع وبما ان عبدالقادر وكريستو غالبا هيمشوا يطلعوا اعارة تقريبا فانت برضه محتاج جناح مع ريدا صليم صفقة عمر كمال صفقة مهمة جدا لان هي هتحللك مشكلة في اكتر من مركز وهتكلم على لاعب ولاعب يلا بنا دلوقتي نبدأ مع عمر كمال الصفقة المنتظرة او الصفقة المرشحة الاولى بالنسبة للاهلي عمر كمال عبدالواحد مش بتاع بنت الجيران الراجل ده جماعة محدش كان يسمع عنه قوي من سنتين تلاتة اربعة انا كنت بشوفه مع فرقة المصري وفكره من ايام الاسيوتي لما كان بيلعب مع المار وسجل فينا هدف الفوز وخرجنا من كاس مصر قبل ما يبقوا بيراميدز والراجل بعدها راح المصري وتقلق وفي اخر موسم له مع المصري سجل اربعتاشر هدف وكان واحد من نجوم الفرقة وبعد ما عقده خلص كان هيروح الزمالك لذا كان حصل المشكلة اعتقد في القيد وبعد كده راح في وتشار قعد معاهم سنتين ونص حد الوقتي وعقده هيخلص في الصيف اللي جاي عمر كمال عيد جوكر من ايام ما كان بيلعب مع الاسيوتي الراجل حوالي تقريبا يعني من سنة ونص كان بيلعب كان قادي رايح في وتشار على اساس ان هو جناح بيلعب مع فاروق شوية معرفش يلا مع مين شوية المهم فجأة تزنقوا في باك رايت فالراجل قبل كاس الامم مش فاكر مين اللي جربوا في مركز باك رايت اعتقد علي مير هو اللي جربوا في مركز باك رايت ولقى في الحتة دي واخده كيروش عشان يروح مع المنتخب وبعد إصابة اكرم توفيق بالصليبي في اول ماتش قدام نيجيريا اللقى بعمر كمال واثبت نفسه في المركز ده عشان عمر كمال يبقى هو الباك رايت او ده يبقى مركزه الاساسي لكنه برضو بيلعب جناح وبيلعب في اكتر من مركز دلوقتي الكلام ان عمر كمال هيجي الاهلي وبيتقال ان الزمالك دخل فيه لكن الاقرب الاهلي بما ان الزمالك عنده مشكلة في القيد لو عمر كمال جي الاهلي ايه الاضافة اللي هيقدمها اول ما عمر كمال عنده 30 سنة تمام؟ ده رقم واحد رقم اتنين عمر كمال بيلعب في اكتر من مركز بيلعب باك رايت بيلعب جناح وبيلعب باك ليفت بدليل ان عمر كمال اللعب السنة دي مع فيوتشر 12 ماتش منهم 9 ماتشات في مركز الباك ليفت اللي بيلعب باك رايت باسم عالي فهو لعب باك ليفت وسجل هدفين وهو بيلعب باك ليفت من تسديدتين يعني وسجل هدف مع المنتخب في ماتش تونس من تسديده وسجل اعتقد هدف برضو مش فكر فيه يعني تريبا مسجل حد الوقت اربع هدف مع المنتخب وفيوتشر فهو السنة دي اكتر الماتشات اللي لعبها مهم ليه لان معلول ممكن هنحتاج اكيد نريحه في النص الثاني من الموسم وجود عمر كمال بما ان الراجل لعب في المركز ده مع فيوتشر ومش هقولك اجاد فيه لكنه ادى فيه والراجل هيبقى مثلا مقلق من كريمة دي بيس فبيلعب خالد لأ لعب عمر كمال فده اوبشن مهم جدا ناحية اللي ميد لو انا محتاج لعيب عنده سرعة وعنده قوة وبيسدد وبيروح بعمل اوفرلاب وعنده مهارة وحبيت ابدأ بيل مطشي مفتاح لعب فالعب عمر كمال باكرايت طيب احتاجت عمر كمال يلعب في مركز الجناح موجود عمر كمال الراجل ده انا بشوف ان هو بقى المفروض يبقى هو النسخة الافضل من طاهر هو نفس الستايل العيد طويل برجال واسع سريع بيروح في المساحات بيشوت فالطبيعي ان هو ده يبقى النسخة المعدلة من طاهر لعيب ووركريب بتاعه عالي لعيب بياجر كتير بيلتحم بيشوت بيروح بيشوف المساحة فين ويتحرك فيها بيتحرك كويس من غير كورة في كتل عرضيات مفيش حد يا جماعة في مصر ناحية المين بيعمل عرضيات كويسة لا هاني ولا عمر كمال ولا اكرم ولا اي حد عشان بس ان احسن واحد بيلعب عرضيات ناحية المين هو وازيزو وازيزو اصلا مش باك هو جناح يعني لكن عمر كمال لو شفت كده تجربته مع فيوتشر ومع المنتخب ما بيعملش اسستات من عرضيات بقى اللي هي ايه العرضيات مثلا ابراهيم حسن بتاعت مثلا اسلام الشاطر بتاعت بركات احمر فاتحي ساعة كلا ما بيحصل منه تجليات فهمر كمال اللعيم اكتر بيروح في المساحة ويعمل عرضيات كدبكة على الارض يعملها مثلا متوسطة والدنيا بتمشي يعني لكن هو ملوش اسستات كتير مع فيوتشر يعني هو السنة دي صنع واحد والسنة اللي قبلها صنع واحد ويسجل ثلاثة ويسجل قبل كده برضو موش اللي اعتقد ثلاثة او مسجل ثلاثة السنة دي واحد مع المتخب وثلاثة السنة اللي فاتت في عمر كمال مش لعب مكنة عرضيات على قد ما هو لعب مفتاح لعب مهم جدا ويحل لك في اكتر من مركز وبما ان انا قلت ان احنا عندنا عبدالقادر اعتقد يطلع اعارة وكريستو فانت هيبقى عندك نقص في المركز ده فهيبقى عندك بيرسي تاو حسين الشاحات ريدا ستينو ميرجع من الاصابة وطاهر ويخش مع عمر كمال احتاجتوا باك رايت احتاجتوا جناح احتاجتوا باك ليفت هيبقى مفيد جدا بالنسبالك لكن المهم ان شاء الله ان هو يعني لو ربنا كرم وجه يبقى موفق معنا ما يقلبش كده يبقى زي طاهر ويبقى لاعب مؤثر واعتقد ان كولر هيحب اللاعب ده لانه برضو نفس فكرة كليم فؤاد برضو كليم فؤاد برضو بيلعب في الحتة اللي قدام لكن هو عنده افضلية على كريم ان هو بيخش ساعات يلعب دماغه بيسدد بشكل اقوى اسرع بيعرف اتحرك المساحة كويس جدا اعتقد ان عنده مهارة افضل ومفروض ان هو فنشر احسن من كريم جوا مطلط الجزاء لانه اصلا مركزه جناح فقال هو هيظهر معانا بنفس القوة اللي ظهر بيها مع المصري لما كان معهم ولما بيلعب مع فيوتشر سواء باك يمين او باك شمال هيظهر بنفس المستوى ولا هنشوف طاهر محمد طاهر جيد معانا ده بقى اللي هتحسنه الايام لكن الاهم ان انت بتشتغل انا دوري في لجنة الكورة او لجنة التعقدات ان انا اشتغل واخب الاسباب واشوف اللعيب المميز اللي هيفيدني اجيبه عمر كمال اللعيب هيفيدني زي ما قلت يفيدني باك رايت كمفتاح لعب يفيدني باك ليفت لو انا عايز لعب عنده خبرات ومش عايز لعب كريمة دبيس وخلت فتاح اللعيب بيوقف للجابة فهلعب عمر كمال وزي ما قلت هو السنة دي لعب اكتر مطشاطه باك شمال ويلعب جناح لو احتاجته فاي مطش يشدلي الجابهة يروح يعمل لي وورك رايت عالي يدافع اكتر بكل الكلام ده عمر كمال برضو يقدر يقدي فعمر كمال صفقة مهمة جدا وزي ما قلت جوكر هيحللك في مراكز كتير يعني انت اعتبر هتجيب صفقتين تلاتة في صفقة واحدة لكن المهم ان هو يبقى موفق معنا ولو ربنا كرم وجه ينجح ويعني يطلع حتى نص اللي كان بيطلعوا مع فيوتشار والمصري ندخل بقى على الصفقة المنتظرة واي واحد فتح الحلقة انا عارف ان هو مستني يشوف انا هقول ايه على وسام ابو علي مهاجم فريق سيريس اللي انا منطقه صح يعني السويدي طيب مبدئيا انا دلوقتي هقول معلومات انا مش هقول رأي اخلي رأيي في الاخر انا راجل مش محلل اداء انا راجل مش شغال مع كولر معتش اتفرجت على عشر اتنشر مارش للعيب عشان اقيم لكن انا دلوقتي هحكي قصة حياة اللعيب والمعلومات اللي انا جمعتها عنه والمتوفرة عنه وبعد كده هقول رأيي في الاخر عشان بس اهم حاجة لازم اقول لكم المعلومات الاول طيب وسام ابو علي هو مهاجم عنده 25 سنة وهو لسه تامم 25 سنة يوم 4 يناير اللي فات طوله متر 87 سنتي وده طول مناسب جدا يعني مهاجم طويل يبقى محطة يلعب بدماغه ده رقم اتنين رقم تلاتة هو مهاجم مش هيتحسب اجنبي هو لعب في صفوف او في المنتخبات السنية المختلفة بالنسبة ليه الشباب مع الدنمارك لنواعب دنماركي لكنه اصوله فلسطينية وده الاوبشن اللي انا بصراحة حابب ان انا احيي عليه دارت لقال ان هي اخيرا فكرت برا الصندوق وجابت مهاجم مش هيتحسب ان هو لعب اجنبي مش هحتاج نمشي حد ملق لجانب وهيتسجل عادي طبقى اللواح يعني مش هيبقى لعب اجنبي ببقى انه عنده اصول فلسطينية فده برضو حاجة كويسة ان احنا مش هنمشي ديانج ولا بيرسيتاو ولا يالكو انه ماشينا بودستيانج لكن ما علينا المهم ان هو رجل هيتأيد بشكل طبيعي جدا جدا لانه صاحب اصول فلسطينية خلينا بقى ناخدها واحدة واحدة الرجل ده جماعة بيلعب فريق في الدوري السويدي الممتاز واسمه سيريس الفريد يا جماعة فنش الدوري في المركز الثامن يعني ده مش فريق قمة مش فريق بينافس على الدوري السويدي اعتقد الاخر الدوري هو ملمو وهو فريق معروف بيشارك بصفة شبه مستمرة في دوري الأبطال وبيخرج بادرياني لكن ما علينا المهم ان هو فنش معهم الدوري في المركز الثامن بيلعب معهم بقالوا قد بقالوا نص موسم يعني هو انضم اليوم في الصيف اللي فات شهر سبع اللي فات ولعب معهم لحد ما الدوري خلص في شهر 11 او شهر 12 من شهر ونص او شهرين لعب معهم 16 متش سجل 10 اهداف وصنع هدف واحد منهم 6 اهداف برجليه اليمين و 4 اهداف بدماغه يعني تقريبا بنسبة 40% بالراجل مسجل اهداف بدماغه ودي نسبة كويسة جدا لان انا اصلا مشكلتنا الاساسية ان احنا ما عندناش مهاجم بيلعب بدماغه مودس مفروض ان هو كان جاي عشان خاطر كده الراجل اخيرا سجل بدماغه من عرضيات معلول في موتش الفاينال بتاع السوبر لكن دي برضو جزئية مهمة انك جاي بالعيب بيلعب بدماغه انا شفت الاهداف اللي سجلها السنة دي العشرة اهداف دول فيهم اهداف فنش فيها بشكل كويس شفت اهداف بتحرك فيها بشكل كويس لكن زي ما قلت الهايلايت او الاهداف مش بتعبر عن اي حاج الطبيعي واللي متأكد منه المفروض ان كولر والجهاز اللي معاه جاب 10-15-20 متش اللعيب ده وتفرج عليه على تحركاته وازاي بيشتغل في الملعب هل هو بيلعب في فرقة محتاجة مساحات ولا بتلعب في المساحات الديقة ودي نقطة مهمة جدا لما قلت ان فرقته مفنشة تامن معنا كد ان هو بيلعب في فريق دايما عنده مساحات لان هو لو بيلعب في فريق بطولة الفرق اللي هي زي الاهلي بتلعب في اي مثلا اي مطش قدام اي فرقة في الدوري الفرقة قدامها بتدافع ما فيش مساحات فالتسجيل بيبقى اصعب لكن اللي ما بتلعب في فريق متوسط التسجيل بيبقى اسهل فدي نقطة بصراحة خلينا نشوف اللوجه هتمشي ازاي لكن انا كنت حب ان اللعيب اللي الاهلي يجيبه بيلعب في فريق قمة ليه عشان يبقى هم يتعود يلعب فيه المساحات الديقة وما يلاقي لا يوجد مسحاب سهولة ويوجد زحمة لكن الرجل يلعب فريق مركز ثامن وبالتالي هو سجل عشر اهداف شفت اهداف منهم كويسة لكن زي ما قلت فرجتي على اللجوان مش هتخلينا قيم لاعب ولا انا كده اكون اي كلام في البتنجان فانا اتفرجت على اهداف اه وشفت الارقام اللي عملها قبل الخطوة دي كان موجود في فريق دنماركي اسمه فندي سيسل اللي ورا برضو بانطقة صح ولما دخلت حاولت اشوف الفريق ده بيلعب ممتاز ولا درجة اولى انا بصراح مفهمتش الدوري الدنماركي يعملوه هناك لكن هو مش بيلعب في نفس الدوري اللي في متلان اللي كان بيلعب فيه انا معشور هو تانيان بيلعب فيه بقى الدرجة التحتية على طول هل بقى هم هناك عندهم نظام بيلعبه الاول حب وبقى يطلعوا يلعبه او يصفهم بعض حاجه يعني بعد كده او خطو عد كده مش عارف لكن انا لما شفت جدول ترتيب الدوري الدنماركي الممتاز ما لقيتش فيه الفرقة دي موجودة ودي الفرقة اللي كان بيلعب فيها يعني تقريبا كان بيلعب فريق دوري درجة تانية في الدنمارك تقريبا الا بقى لو هم بيلعبوا يعني عادي بطولة عادية وبعد مثلا كم ماتش او بعد مثلا خلاص ماتشاتهم بياخدوا حبه يلعبوا يصفوا فوق وحبه ينزلوا تحت انا مش عارف والله فعلا الحقيقه الدوري الدنماركي بيمشي ازاي لكن هو مش بيلعب مع مثلا في نفس الدوري اللي بيلعب فيه تمام؟ الراجل ده قعد او الموسم اللي فات بقى قبل ما يروح على طول الفريق اللي هو سيريس ده السويدي لعب معاهم 35 ماتش في كل بطولات سجل 16 هدف وده برضو معدل محترم جدا لكن دي نقطة مهمة جدا الفريق ده مش فريق بطولة فريق سيريس برضو اللي انا منطقها صح مش فريق بطولة وبالتالي الهدف اللي بتيجي الكتير دي طبعا بيباين اللعيب عنده حاسة هدفها كويسة الفريق اللي بيلعب قدامها ماذا سهولتها الدنيا دي كلها تبقى مختلفة تماما عن ما اللعب ده يجي وعلى فكرة هو من شكله هو يعني مش اصول عربية قوي لك فاضح ان هو يعني لعاب اوروبي بأصول عربية لكنه معتخش بالكلام عربي خالص من اللي انا شفته والحاجات اللي هو عاملها والكلام ده كله يعني فقبل بقى الموسم اللي فات ده مالوش اي داتة خالص موجودة على ترانسفير ماركت ولا في اي حت يعني هو يدوب نص الموسم ده والسنة اللي قبليها هي دي الارقام الموجودة 16 و 10 دوري درجة تانية دنماركي زي ما انا شفت و دوري سويدي في المركز الثامن هل اللاعب ده لو جيل اهلي هينجح الله اعلم لكن اكيد اكيد اللاعب ده ما يستهلش يدفع فيه اثنين مليون يورو وده الرقم اللي بيتقال والله اعلم برضو عشان اكون منطقي الرقم ده حقيقي ولا لا يعني الاندية اللاعب فيها دي اللاعب ده كبيره خمسوية الف يورو فكرة بقى العيب ده جيب اثنين مليون دي بقى مشكلة الناس اللي تشتري بس محدش بعد كده يجي يشتكي يقول والله يا جماعة احنا ما عندناش فلوس ومش عافين يجيب العيبة عشان عندنا مشكلة في العملة الصعبة لو انت جيبت اللاعب ده يا سيد عشان انت القليف الناس بتغلى عليك لو جيبته باكتر من مليون يورو او مليون دولار يبقى انت الادارة او الحتة التفاوضية عندك في الكنافة لان اللاعب ده الاندية اللاعب فيها كلها اندية تحت خالص فهو يعني اكيد لما راح من النادي ده للنادي ده مثلا ما راحش مثلا بتلتو بيت الف يورو على بعض فانت لو دفعت الضعفين يعني كبيرك تدفع مليون لو وصلت الاثنين مليون يبقى انت في الكنافة خاصة ان هو مش لاعب دولي اه لاعب منتخبات الدنمارك تحت تحت السن لكن فاقو في الاخبار ده هو مش مواجم دولي وهو بلعبش فرق كبيرة في الدنمارك ولا في السويد هتقول لي ما لو بلعب فرق هناك هيجيب رقم كبير لا على فكرة الاندية في السويد والدنمارك والكلام ده كله يعني والنرويج المرتبات هناك قليلة والعيبة بتتحرك بفلوس قليلة لو اللاعب ده مش سوبر يعني مش سوبر انت جايب ام عشور اللاعب دولي وويويوي جايب 3 مليون دولار فاكيد اللاعب ده لو انا معرفش برضو رقم كم لو جه يعني ورقم اللي بتقال ده صح ولأ لو جيب اكتر من مليون يورو يبقى احنا الحتة التفاوضية عندنا في الكنافة كل اللي فات ده معلومات انا جمعتها عن اللاعب اتفرجت له على هايلايتس برضو زي ما بقول مش هقدر احكم عليه من هايلايتس لكن انا قلت معلومات اللي انت هتحتاج تعرفها عن اللاعب ده اذا يا ربنا كرم ان شاء الله وجه الاهلي النقطة الايجابية ان هو مش هياخد مكان لعب اجنبي ودي حاجة تحسب للناس اللي فكرت النقطة السلبية ان لو حصل ولو يعني والعب ده جيه ب 2 مليون يورو يبقى احنا بنهزر بنهزر او يعني الله اعلم هو هيجب كام برضو والنقطة اللي انا بصراحة مش مرتاح لها ان هو ما كانش بيلعب في اندية كبيرة وبالتالي هو متعودش يتحمل ضغوط جماهرية متعودش يلعب تحت ضغط البطولات متعودش يلعب في مساحات دياءة وفرق بتلعب زون فكل الكلام ده برضو هيجي هنا يشوف حاجة مختلفة وبرضو احنا البيئة عندنا مختلفة تماما انا قلت الكلام ده ان هو بيلعب في فرنسا واوروبا الاجواء هناك مختلفة خالص عن الاجواء هنا وجو وملاعب وثقافة وكل حاجة يعني فبرضو فكرة التأقلم دي مهمة جدا لأنك تجيب العيب جامد جدا ما يتأقلمش معاك فكل الكلام ده في الحزبان اين هيحصل الله اعلم هل وسام ابو علي هيجي ولا لا الله اعلم قبل كده تكلمنا على عزيزي عقوب ومجاش سوزة ومجاش فبرضو الله اعلم اين هيحصل هننتظر ونشوف لكن بما ان الكلام يعني كل الناس بتتكلم شوبير والناس كلها بتتكلم عن ان اللعب ده اقرب من الالف انا قلت يعني اتفرج واشوف واجمع معلوماتك عشان اقدر اطلع اقولكو اللي انا جمعته عن اللعيب وزي ما اقول وهقول تاني ما اقدرش احكم العيد ده اقول ان هو هيبقى العيد جامد ولا لأ لان لازم اشوفه معنا في البيئة عندنا تحت ضغط الجمهور تحت ضغط البطولات والدم فرق بالدافع ويتأقلم معنا كمان واشوفه عشان اقدر اقول ايبدا هنجح معنا ولا لكن انا قلت كم ملحوظة انا شايف ان هي مش احسن حاجة قصة الاندال اللعب فيها اللي هو بس ناديين اخ ناديين في النص مالوش قبل كده مقبل ال 23 سنة مالوش اي داتا رقم اثنين هو مش بتعود عشان معيدش كلام تاني يعني الحاجات اللي انا قلتها من شوية هيا دي الملاحظات اللي انا واقف عندها لكن خلينا نشوف يمكن ربنا يكريموا معانا ويكسر الدنيا ده اذا اصلا جيه دي يا جماعة حالة النهاردة انتظروا ان شاء الله حلقة المنتخب اللي جاية لتنزخها اليومين وان شاء الله انا في حلقة او حلقتين هيبقوا مع اللوست عبدو واحد عندي واحدة عنده ونتكلم فيها عن المنتخب وذكرات المنتخب فهتلاقي حاجة عندي حاجة عنده عشان يعني ايه نبقى احنا كده بنستعد ان شاء الله للبطولة وربنا يكرمنا ان شاء الله مين عارف يمكن نخدها ولو ان انا بصراحة شاف ان احنا هنخرج من الدور اللي البعد على طول دور المجموعات دي يا جماعة حالة النهاردة لو انتم ما تفرج عليها ام سابسكرايب ولايك وشيروا افتاقنا في التنبيهات ندعي كتير لأهلنا واخواتنا في فلسطين هما دول الابطال اللي بجد اللي يستحقوا ان انت دايما تبقى حاطاتهم في دماغك وقدام عينك هما دول الابطال اللي بجد اللي بدفوا عن قضية الحق هما دول اللي بستشدوا في سبيل الله عشان يدفوا عن ارضهم ودينهم وربنا يلحقنا بيهم على خير اشوفكم الحالة اللي جاية سلام حالة النهارة